جمهورك بقى يا سيدي مكسرين التلفونات هتهنج التلفونات خلوا بلكم معنا يا سارة أهلاً يا سارة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت عايزة أسأل بس لو أنا مثلاً كنت أحب شخص وبعدين هو سابني وبعد فترة راجعنا جمال مع أنه كان يعني هو مدقان مش عارفة ليها عليك ولا لأ بس هو كان برج الجوزاء وأنا أسد طول الوقت كان مش قابل أن هو غلطان خالص فأي مشكلة بتحصل وشايف أنه هو ما بيغلطش لما بيجي عدبه أو مثلاً أتكلم معي في أي حاجة كان على طول يقلب التربز علي وأنا الشخص اللي بيغلط وكده فبعد فترة هو اللي سابني كمان يعني وبعدين بالوقت جاي لدناني فسؤالي بقى بابطوض أن أنا أتزيل فرصة ولا الباب اللي اتقفل خلاص علي قبل يقول لنا الكلام ده طيب أنا أول حاجة أول حاجة أن العلاقات دي معمولة عشان خاطر إحنا نستريح العلاقات دي معمولة عشان خاطر نكمل بعض وإن شاء الله هنقول أنواع العلاقات في الحلقة النهاردة عشان فيه ناس كتير تستفيد منها لأن فيه ناس كتير بتمر بعلاقاتهم ومش عارفين هما مروا بيها ليه مبدأياً هو كده الشخص اللي كنت بتتعاملي معاه أياً كان برجه اللي أبراك ديت مالاش علاقة بالأخلاق اللي أبراك دي مالاش علاقة بالتربية مالاش علاقة بالثقافة بتاعتنا لكن أنت واضح أن أنت كنت بتتعاملي مع شخص هو كان نرجيسي شوية ما كانش خاسس بأمتك هي بتقول دلوقتي أنه هو رجع لها ندمين بس الجوزاء نرجيسي فعلاً لو نتكلم عن الأبراج النرجيسية هو الجوزاء بعيد عن النرجيسية لو نتكلم عن الأبراج النرجيسية فأحنا ممكن نتكلم عن أن الأسد نرجيسي شوية ممكن نكون العارب نرجيسي شوية هي الأسد هي الأسد لكن زي ما قلنا أن في العلاقات الأساس بتاعها هي الثقافة التربية والظروف اللي الواحد عدى بيها في شخصيات نرجسية شوية فهي ممكن عد عليها شخصية نرجسية فهو طلع عليها الحاجات اللي هو شافها من اللي قبلها او اللي شافها ويعني حبي ان هو يثبت نفسه شوية يثبت نفسه ان هو جامد طلعوا عليها هي بتقول دلوقتي ان هو رجع عليها ندمان كون ان هي بتتصل اصلا الاتصال ده عشان خاطر تسأل ترجع له او ما ترجعلوش ده معنان هي لسه بتحبه فخلاص لو هي بتحبه وهو رجع ندمان وعرف غلطه تعلمه غلطه وتعرفه قيمتها كويس وترجع له تاني بشخصية جديدة وتشوف هي تعلمت ايه من انفصالهم عن بعض وترجع له توريه نائية واحدة تانية ولازم تعلق استحقاقها شوية وسهتها ترجع له مشي كده هي عملت اللي عليه كده عملت اللي عليها وكده هو هو اللي خسر عنه لكن هي لو ما رجعت لهش وهو رجع ندمان هتوقت تسأل نفسها مفروق ترجع له ولا ما رجع لهش طب هو ندم علي بتوقت بتري تسأل صحابها وطوله ما هي بتري تسأل نحن اصحابها فواضح زي ما انتا قلت انها عندها يعني رغبة لانها ترجع سامحي بس ما تسامحوش على طول لازم يبقى عارف امتك كويس ولازم تكون انتي عرفت امتك لانها لو ما عارفتش امتها وانه ما حبيتش نفسها ما تنتظرش من حد انه هيحبها طيب يعني يارب تكون حبيبتي سارة استفادت والكلام منطقي وكلام الحقيقة منتهى الجمال والرقي لسه كلام كبير لسه كلام جاي استنى انا عايز اسأل على حاجة بقى ايوه يعني ايه علاقة كرمية علاقة كرمية موسيقى شكرا